استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللوى فرج البحسني بالمكلة القائمة بأعمال السفير الصيني لدى بلادنا تشاو تشينغ لبحث أفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتطرق اللقاء إلى العلاقة الثنائية بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية والتدخلات الصينية في مجال الصحة وأكد النائب البحسني على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية مشيرا إلى دور الصين الحيوي في تطوير مشاريع البنية التحتية في اليمن خاصة في مجال الطرق والجسور متطلعا إلى تعزيز العمل المشترك في قطاعات الطاقة والكهرباء وتطوير الموانئ والمطارات وإقامة السدود المائية لحاجة المحافظات المحررة إلى النهوض بمستوى الخدمات فيها مستعرضا فرص الاستثمار في بلادنا وما تتميز به من ثروات وموارد طبيعية خصوصا محافظة حضرموت التي تمثل ثلث مساحة البلاد ترجمة نانسي قنقر